اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة ننشي جديد بدي رحب بكل المشاهدين اللي انضموا لنا به هيدا الحلقة وبيصرني وبشرفني بها الحلقة يكون ضيف الدكتور علي السرحان اختصاصي في الطب الداخلي والطب الصيني اهلا وسهلا فيك معنا اهلا فيكم صباح الخير وان شاء الله يكون يوم السعيد اليوم ان شاء الله يا رب دايما بدنا ايام سعيدة لكل المشاهدين لكل الناس اللي عم بتتبعنا خاصة بالظروف الصعبة اللي عم نعيشها اه حياتا كتير صعبة بس انه يعني مرأة صعبة على البلد وحياتا يعني بتصور من جيوز هالأزم ان شاء الله ان شاء الله يا رب منتمك لبيب السماء مثل ما بيقوله دكتور علي اليوم موضوعنا كمان كتير مهم منحاول قد ما فينا نطلع بموضوع من موضوع كورونا بتلاقينا عم نرجع لكورونا لانه للأسف في تزايد بالإصابة بهالأيام عم نشوف وهذا شيء كنا ما حابينه بعد ما انه في كتير ناس ساعة اخذوا الفاكسين وتخطينا شوية هذه المرحلة الصعبة ايه حقيقة انه مرأة فترة لبنان كان حتى بالبداية من افضل دول العالم بالضبط بعدين صار في تزايد احتفالات ومهرجانات وإهمال وعدم التزام عدم مسئولية بالوضع الصار في كتير اختلاطه وغيره تجاوزت حدود المعقول اللي ما فيت حمله الدولة اللبنانية أو البلد كله مستشفيات اللي هيعادة الصحية وزارة الصحة وغيره وصلت لمرحلة انه صارت المستشفيات مفعمة بالناس بالمرضى وحتى عدد لوفيات الزادة بكترة لانه ما فيك عندك وقت ما فيه طباء كيفية حتى يقدروا يقوم بهالواجب بشكل دقيق وكامل لما تخفى الإصابات اول شيء بصور اللبنانية الفاقة اقل كان شيء اهم من هذا الصرف عنده وقت الطبيب لا يتفرغ لأكتر من المريض بكل سهولة بالضبط وعندما صارت نزل الإصابات وارتحنا كتير كتير رتاح البلد وانه ماشي الحال ايش للفاكسان؟ الفاكسان ممكن خففت شوية كمان مع انه اخر دراسة كل يوم السين انه 74% من هلا عم ينصابوا مرة تانية بلوية المتحدة المتحدة هننا اخدين اللقاح هننا اخدين اللقاح اثنين وحتى عم نفكروا يعطوا لقاح تالت بالضبط حتى لو كنتوا اخدين اللقاح تنتبهوا انه خافوا منه اللقاح بيحميكم النسبة معينة يمكن بيخفف من العوارد يمكن بيمنع دخولكم بكثافة للعنية الفائقة وكون تجاوبكم انه علاجات بالمنزلية اللي هي افضل شيء ولكن ما بيمنع انك ترجع تصاب مرة تانية ونحن عنا مرضى كتير عاملين الفاكسان ونصابوا مرتين وثلاثة وحياتا احيانا شي بيحير نصبت تعمل فحص المناعة عند الانسان مثلا فحص المناعة عنده كتير جيد ما هو كله عم ينصاب فالقصة بده احتياط كامل وما استهتار لانه هذا عم يغزو مثل غزوات ايديا طبعا طبعا وكل فترة عنا غزوة جديدة غزوة جديدة ويتغير بشكلها 100% اليوم موضوعنا كمان بالطب الصيني ودايما نحكي باهمية هيدا الطب وها العلم بحد ذاته ودايما عنا هيك حلقات ما حدثتك لنخبر الناس اكتر عن هيدا العلم وهيدا الطب بحد ذاته ولكن في شي كتير مهم اليوم في ناس نصابوا بكورونا وبعد ما شفوا بعد عندهم عوارد مستمرة يعني في ناس بعدهم لهلا ما بيحسوا بأي طعم يعني بأكل تذوق راح عندهم حاسة الشام راحت وفيه اشخاص كمان بيحسوا بأوجاع مفاصل قد اليوم الطب الصيني وهالعلاج بيفيدهم بهالحالات هو حياتا اسمه كبير من المرضى ظل عنده عوارد هالعوارد فيه احيانا انتهت يعني بسرعة بشكل شهر او شهرين او ثلاثة المنهم ظلت موجودة اكتر شي حاسة الشام والتزوق وغيرها وتاني شي عندي كتير صارت قسط الزكرة وضعف الزكرة والتركيز بعدين صار فيه اوجاع بالمفاصل خاصة مفاصل ركب والكتفين واليدين واكتر شي اوجاع الرأبي اكتر من اوجاع الظهر ووجاع الظهر الرأبي يعني المرضى عم يجو كلهم تقريبا منزعجين اكتر من اوجاع الرأبي اكتر من اشياء تيني لان اوجاع الرأبي عم تعملهم العوارد اللي حكاينا عنا بمراض سيبقى اللي هي وجع الرأس مع الدوخة مع التنميل بالاطراف مع عدم كدرة على التركيز والكسل وعدم الادراع على ان يروحوا على على الشغل هذا كله قدى الى انه الناس عم تتهافت بقولك ان والله صار عندي انا كنت منيح قبل الكورونا وكنا متعالجين وتعالجين متطبصين وراح كل شي لش الكورونا رجع لنايا مرتين طبعا لانه فيه الكورونا بتعمل الالتهابات بالمفاصل المفاصل بتلتب كردة فعل على الالتهاب الكورونا الردة الفعل هي بالمفاصل بتأدي الى الى نعم التورم فيهن الى نعم الاوجاع المستمرة واذا استمر تأثير الكورونا لفترة طويلة بتستمر هالأوجاع وبتترك اثار سلبية كتير بالمفاصل هالأثار السلبية اللي هي نوع من الاندبات الصغيرة نوع الالتهابات مزنة نوع من التليف بالمفاصل هذا كله بتخلي المريض انه بعد اربع خمسة شهر من علاج الكورونا وانتهاءه من مرض الكورونا الاثار بتتركها مثل نوع وكانوا عم تذكروا اننا كنا موجودين وانه نحن بعدنا موجودين وانه هذا الشيء ما انتهى كليا والمؤسف جدا انه العلاجات المستعملة لأوجاع الناتجة عن الكورونا ما عم تعطي التجاوب المطلوب عن طريق الطب العادي مثلا حسة الشم يعني عندي اكتر المرضى اللي يوجد بعد ستة شهر او اربعة او اثمينة شهر كمان ما استفدوا ما فيه الى علاج عمليا بالطب العادي ما فيه علاج وضع ما فيه ادوية ما فيه شي قدروا يخطوه لا يرجع استخدموا كتير الفيتامين بي لا اكتر والاقل انه اول عصاب العصاب السيء هو يمكن ان يتحسن ويتحسن حيث يعني ما عطى نتيجة مطلوبة بينما مثلا اديما من حال الطب الصيني فيه مرضى كتير فقدوا حاس الشم او الزوء او غيرها نتيجة الالتهابات تاني مثلا الالتهابات جوب الأنفية الالتهابات غريبات بفيروسيات غير الكورونا وصار عنده هيدا الشيء وعم تعالجوا بالطب الصيني مستفادوا مستفادوا حتى راح كليا فعداك عم تلجأ المرضى صار عم تقرأ وشوفوا انه بصين علاجون بهذه الطريقة وانه مش الحال عم تجي المرضى بكثيفة وحيطا العلاج عم يكون بنوع مضاعفات لانه ما فينا نعطيه مرضي للكورونا انتف لمطوار بكميات كبيرة لأوجاع المفاصل ما فينا نكتره كميات الكورتزون كمام الضاعف المنيعة واذا عنده سكري بتزد له سكري واذا عنده ضغط بترفعه للضغط فنحن بنحاول نبتعد عن كل هالعوارض اللي هي كمام بتزيد من مرض الكورونا وبتزيد من مضاعفات الكورونا نلجأ لعلاجات اللي هي علاجة أولى بالصين اللي هو الطب الصيني اللي هو العلاج بالبخز بالقبر العلاج بعض العشاب العلاج بعض أماكن التدليك الخاصة وحيطا نتائجها كنت كتير جيدة وعندنا بالكلينيك عبطاط نتائج كتير كتير ميحة والناس عم تكون تطلع يعني أكتر الناس بين 70% و100% مش حنقول كلهم بالمية عم يسترجعوا حاسد عم يسترجعوها بالتدريجيا وعم بتعطي نتائج كتير كتير حلوة تمام أدي عدد الجلسات وكيف عم بتم العلاج حسب المريض حسب سنه وعند طول الطب الصين اللي ياخد هالمرض يداش إلوه لفترة شو بياخد علاجات لهالمرض إذا ما ياخد علاجات فيها كتير مؤزي للجسم وغير سن المريض يداش إلوه هالمرض معه لهالمريض كمان والأكتر من هكنا نحن بناخد في الشكل كتير مهم هالمريض نوعية جسمه هل هو رياضي هل هو بياخد أدوية كتيرة هل هو مدخن هل هو مثلا كحول أو غيرها كل هاي الأمور بتضعف له مناته وهذا بصير بده علاج أطول من علاجات المرضى العاديين يعني نشوف تاريخ المريض بحد ذاته كل حدا بياخد علاجه حسب طريقه وحسب مرضه وحسب سنده أمره كتير كلها بدور بس عادة من 6 جلسات ل 12 جلسة عم يكونوا كيفين عند المرضى ويمكن بعد عدة أشهر نجي عم يملون جلسة أو جلسة تذكرية لتذكر فيها المرض وعم يحسنوا بين 70% و100% تمام ذكرت نقطة يعني حكينا أوجاع المفاصل والعوارض اللي عم بتصير ما بعد الشفاء من كورونا التذوق والحاسة الشام كمان بيعانوا منا ناس كتير صعبة يعني من نهيني نهائيا هيدا الشغلة اللي عم بتصير مع المرضى ولكن موضوع النسيان موضوع كتير مزعج جدا يعني تخيل كون حدا بعمر منه متقدم بالسن وعم بيصير عنده عوارض نسيان وعم ينسى وهيدا الشي بيقلق وفيعمل غير انه حالة متدهورة لا في قلق نفسي انه هل حقبقى عم بنسى فهيدوه الشياء خطرة مشكله نعم العامل النفسي بس صغير هيك انه المريض بس ينسى بصور يعني يربط حاله بالتقدم بالسن يعني هاي مش لها السن هيدا العوامل اللي نسينا عم تصور لأسباب اول شي بتندرب بعض اعضاء بالجملة العصبية شي تاني بتندرب بعض الشرين اللي توصل الدم لدماغ بشكل صحيح يعيش يوصل الدم ويعيش يوصل مع الدم الاكسجين والغذاء بالجلوكوز او غيره وهيدا كله بيؤدي لضعب هالخلية بسوط تضعف الزيكرة سبب تاني لاحظنا كل المنصبين بمشاكل بالرقبي اوجاع بالرقبي عم يحصل عندهم كمان ضعب الزيكرة وهي اصلا بالاساس نحن مرضى المعالجين للسيرفيكال الرقبي بيكون عندهم ضعب بالزيكرة بعد فترة طويلة مش انه بالبداية ما بيبلشوا بيبلشوا اول شي بوجع راس بيبلشوا بدوخة بيبلشوا بتوشي بالرس تنميل تنميل بالدينة احيان غباشي بالعينين وغيره ولكن بتوصل مرحلة متقدمة بتصور لضعف التركيز بتضعف الزيكرة فيما بعد فمن هايك الناس اللي اوجوا عندنا عندهم مشاكل بالزيكرة عم روح اول شي على شغلة اساسية اللي هي الرقبة اذا مش عم توصل الدم بشكل مطلوب نعنا هنا احنا قموات بالطب الصيني بتفتح الشرايين حتى يوصل الدم بشكل اكثر يوصل الاكسجين والتغذي بشكل اكثر وبالتالي بتصور تدريجيا نتحسن هايدي الزيكرة وخلال عدة جلسات بتتحسن لتلاتين اربعين بالمية ونطرك المريض بعدين بما انه فتحنا القنوات عم يوصل الاكسجين عم يوصل الدم عم توصل مادة الاندورفين اللي هي بتقيم الالتهاب والواجع وتحسن دورة الدم وتقوي الشرايين وتحسن نفسية تلقى ايها بشكل المريض يتحسن وعادة خلال من أربع عطوش إلى ستة أو لثمانة بيكون المريض يرجع لحياته الطبيعية تقريباً جلسة قدية بيكون مدتها يعني انه جلسة طب الصيني عادتها هي نصية نحن اول جلسات نحن مقصرة بتكون عشرين دقيقة حتى ما تعمل ردة فعل عند المريض بيكون معلومة مش معول يتعود جسمه عليهم لانه احيان كتيري قبرة الصيني بتعمل ارتخاب بسو المريض بغيية بيرأعصابه واحتى منه بخافه بيتصلوا منه لا من هيدا الرواح طبيعي بالعكس ان ترتاحوا وتنبسطوا الهي شيء خاصة بهيدا الايام واني بيخافوا لك لأ انه مش أنا يعني بعدها عم بنا عسعب ناب أحسن اذا كان مش عام ينام المريض وعنده مكسور النوم مثل هو يقوله انا بالديرج انت بس تعدليله النقاط الطب الصيني نقاط العصاب ونقاط النوم ونقاط الزكرة والتركيز بتلاقي المريض صار ينام غميء على يومين ثلاثة حتى يعوض عن كل الفترة الماضية اللي ما قدر ينامها فهيدا شغلة كتير منيحة الطب الصيني يعني انت عم تعالجي مثلا او جاي عم تعالجي الزكرة والتركيز او الشم او غيره كمان عم تعالجي له قضية العصاب حتى يكون ريه عم تأثر على كل اعضاء الجسم بطريقة غير مباشرة عم تعمل استرس كتير استرس يعني منيحة عم ينظر لحاله وهو بحد زيته الكورونا بيعمل نعم السفاس عند المريض وسترس بيعمل ضعو بالمناعة كمان كلها حلقة مفرغة عم تصيب المريض وعم تأدي الى انه لجوءه الى علاجات تقليدية احيانا تكون العلاجات مش نفعة احيانا تكون مؤزة بشكل عام لعلاجات التقليدية ما اثبتت اشياء كتير ونحن هنا طب امراض دخلية بس اقول لك انه ما اثبت اشياء كتير لعلاجات هم تعمل اثار سلبية بمكان في اثار سلبية اكتك لك لا يوجد دوام الو اثار سلبية بس طبعا نحن منظر لشغلتين واذا كانت الاثار السلبية قليلة جدد قدام الشفاء ما ننتحمل هذا الوضع مع ان حالتانة يعني الانتيبيوتيك له اثار سلبية بس اذا اخذنا الانتيبيوتيك مثلا لمراض السل اللي بنعالجه من اربعة تشهر الى اثمان تشهر او لسينة احيان بثلاثة ادوية او اربعة ادوية مع بعضهم لا بنعالجه بالأربعة بهالأدوية كلها حتى يشفى مريض السل ولو كان في المضاعف هذا السل يقتل بينما هالأدوية لا تقتل هذا الفرق فنحن من قادم فهلو هيدا التشبيه لنفرجة انه كمان ما فينا نستغنى عن الدواء بمكان ما بس في امرار حالات ونسب نستغنى عنه او حتى في احيان فينا نقلم نستبدل مثلا نستخدم مثلا عيارات تقيلة او نستخدم كميات كبيرة يوميا نستخدم شي بسيط جدا جدا نحن اكتر علاجاتنا البترافك مع الطب الصين تكون او فيتامينات خاصة او بنستخدم بعض العشاب اللي كمان بتساعدنا للعصاب بالسترس بسيط لتحسين دورة الدم في عندك عشاب كتير بيحسن للزيكرة كمان هدنا عندك عشبة اللي هي شجرة الجنكو بنوبا اللي احنا منصح فيها كتير للزيكرة وهذا جلاج طبيعي وما يلو مضاعفات ابدا وممكن يخذوا المريض كل حقيقة وانا هنا عنا سنوات معينة ممكن تتاخذ عصحة السلامة تتاخذ حتى فينا حنا الطلاب نعطيهم قبل امتحانات وهي ركن تعطي تجي حلو التير كتير وما يلو أي بضعفات قبل أن يعني حتى ما بتعوّل الجسم عليه هذا بقوي جدار الشريين بيخلي يضخ أحسن وتاني شي بيفتح الشريين حتى يصر الدم بشكل صحيح نية بالمية يعني بعتقد كلنا بحاجة لهيدا الشي دايما عصحة السلامة أنا شيء فاك صحيح صحيح خاصة بضغوطات الحياة دكتور علي بتحس حالك بمكان ما بدك علاج يكون ما عنده أثار سلبية بيفيد وإذا ما فاده للشخص بشكل كتير واضح بيكون ما بضره هذا دايما لمن سعاد هذا العلاج الإيديال بالطب لأننا نحن تعلم الطب العلاج الإيديال بيقولك أنه المثالي يعني أنه أنت تعطي علاج يكون رائع بنتيجه ويكون قليل بمضاعفاته أو ما في مضاعفات أنت عم تعطي علاج مضاعفاته قليلة أو ما في مضاعفات لأنه العلاج بالوخص بالقبر وما في خطر منه إذا استخدموا الطبيب اقتصاصي حتى ما نصر فيه أي خطر أو أي غلط بهذه الطريقة أنت تعطي نتيجة المرجوة عم يصل المريض للشفاء أو لتحسن حالته وفيستخدم العلاج كل حياته إذا كان في حاجة إله مع أنه هذين نادرين اللي بيحاجي كل حياته وما بدر ومنون أي مضاعفات لا على المعدي لا على الكبد لا على الكلة ولا على الجملة العصبية مئة بالمئة أدايا هيدا بدا ثقافي بحد ذاتها يعني بدي أرجع كرر يمكن دايما بكل لقاء أنا وحضرتك بحكي بهذا الموضوع يعني كنت من الأشخاص الأوائل اللي كنت ضيف على برنامجنا وحكينا بأهمية الطب الصيني وقديش بيفيد بمكان ما أدافي أشخاص بتحس تعبوا من أخذ الأدوية وذكرت أعضاء بالجسم اللي هنا كتير مهمين عم نحكي كلاوة وعم نحكي كبد وعم نحكي أمور بيأثر الدواء عليهم بشكل كتير مباشر خليني أقول قدي اليوم طب الصيني عن جدل يكون ثقافي لكل الناس اللي عم بتتبعنا هي لك حقيقة بالخارج وخاصة الدول الأوروبية أكترى دخلت طب الصيني بالهايئات الصحية يعني بالضمان بالمؤسسات الخاصة بالتأمين وبيعالجوا الطب الصيني بأمريكا مثلا التأمين بيدفعوا والدولة بتدفعوا بفرنسا بيدفعوا بدول العديدة بأوروبا ولمانيا إنكلتير راسبانيا كلهم اعترفين بالطب الصيني دخلينه لأنه أول شي علاج سريع علاج غير مكلف لأنه انت لما بتاخد انت مريض بلا ما تيجي ده قدر تشفيه بشهر أو بعشرين يوم باكتعد يستة شهر بالأدوية التقليدية وباكتعطيه بعدين دوت حميل للمعدة باكتعطيه حميل للكيلة إذا صار عنده شيء تعطيه حميل للضغط إذا ارتفع ضغطه الزبط طب هذي كلهم هالأدوية عم توفرن الدولة وهي بتحسب حسابات بدوروبي بيحسب حسابات وضغط الصحة إذا عم تحط إذا عم تصرف شو عم يكلف المريض أو شو عم يكلف العامل بالمعمل إذا غاب شهرين أو إذا غاب جمعة هذي كلها بيحسبوها وبالتأكيد الطب الصيني بيعالج أول شيء سريع نتيجة وحلو وحلو كتير كتير وسريع بلون مضاعفة ولا هذي كل الدراسيات موجودة صارت تقري كل الصحف الطبية أو المجالات الطبية اللي بتظهر بره بالخارج إلا ما فيها صفحات عديدة بتحكيلك عن الطب الصيني وعن فوائده وعن دورة استعماله وأفضل من هيك والأكثر من هيك إنه حتى ما نشكونش فيه نوع من الاحتيال مثل مصار موجود بكل شيء حتى داخل الطب مؤسس فيه نوع من الاحتيال بيقولك إنه شو الأشياء اللي بيعالجها وشو الأشياء اللي ما بيعالجها يعني أنا يجي عندي ناس يعني فيه مصدقية طبعا هذي مهمة جدا جدا حتى ما تكون فيه فشل كمان بهالطب هذي إذا رح أن واحد قالك أنا مثلا والله عالجوني للصلاة وانا شفت ناس العالجوهن وما طلعوا ولا شعر يراسمي وطبعا مش حيطلعني إنه ما قلوا علاج للصلاة أو بلي مثلا البركنسون حتى لو البركنسون ما قلوا علاج بالطب الصيني ممكن روء لعصاب المريض حتى ما يتأثر بالبركنسون بس أما علاج البركنسون مثلا بالطب الصيني ما بيعطي أي نتيجة يعني فيه أمرار يعني فيه وضوح كرميل ما نشوه هيدا العلاج الكتير مهمة واستغلله واستغلله من بعض الناس وأنا شف يعني شفنا حتى عنا في لبنان في ناس عملوا دورات مش اختصاص وفي ناس نحن عطينهم دورات وندمنا أنوا عطينا دورات فيهم لأنوا صاروا عم بيشتغلوا في الارض وعم يحكوا وعم يعالجوا أشياء لا تعالج بالطب الصيني وهيدا رحينا عكس سلما على الطب الصيني لأن الطب الصيني عم يعالج أمور ومعطا نتيجة يعني بقولوا الطب الصيني ما بينفع يعني بعدها من نحن أنت تروح تعالجي وتريد اختصاصي وتنجا عندك نتيجة 70-80-90% وأكتر مرضى الطب الصيني في لبنان بيوصلوا عندنا بيكونوا مرضى صعبين ميرقين على كل العلاجات واليأس هو اللي أدى فيهم للطب الصيني هل بعض منهم أسمتنا عن طريق الدراسات صارت عم تقرأ الناس وتفوت على كل الوسيقى الإعلامية الموجودة والمتيحة بكترة هلأ وبيقر عن طب الصيني وقبل ما يجو على الكنيك لأنه بيقر عن طب الصيني لأنه صفحات يعني حتى تعني مش شافة يعني على بعد مؤاملات تلفزيونية وغيرها بيروح بيطلعوها بيشوفوها الناس وبيلجوا عن طب الصيني بيكونوا متأكدين وأنه رح يتعالجوا وبتريها صحيحة وبدون أي أي مجال للتجاوز لحد الطبي اللي ممكن يصل له الطب الصيني طبعا وحضرتك كنت واضح يعني بسياق الحديث بهيد الحلقة تحديدا أنه مع اختصاص بهيدا المجال لأنه بدي أرجع أذكر الطب الصيني هو أخذ بالقبر في نقاط معينة بالجسم بواحد يكون دقيق يعني اليوم إذا مش طبيب ومختص وممكن نكون بمشكلة ونصير بمشكلة تانية ويأزه المرضى أكيد في النقاط عندك مربوطين بمراكز عصبية محددة في حالة إذا مش اختصاص في حالة صارت حالات شلل عن بعض المرضى وصارت حالات مثلا ضرب شريان معين وهذا أدى إلى نقص الأكسجين على هاي المنطقة وهذا بالتالي هي اللي قادت لعوارض وحتى دعاية سهلة الطب الصيني وتنفور الناس في جزء منهم الطب الصيني بس طبعا لما الناس تنفور من شغلة وبتشوف أنه الجران عنده تحكم الطب الصيني وصار في عنده انشفاء تتغير المعادلة بتحمسوا أكتر بهذا المجال يمكن في كتير أشخاص عم بتابعنا اليوم عم يتأملوا من وراء الطب الصيني لأنه واضح الأد والعلاجات كمان عم بتكون بنسبة للشفاء برقام بتهاكي بتريح شوي في موضوع الفشل الكلوي هل طب الصيني قلوه علاج يعني ممكن يفيد الشخص اللي عنده فشل بالكلوي بك الوصول الفشل الكلوي بيحدوده ببدايته ممكن بس لما تصل الفشل الكلوي تطلع عندك مثلا الكرياتيني نسبة العقل العربة خمسة وبالطالع يعني هي العيارة بن بن 08 1.2 حسب المختبرات يعني بس طلع بنسبة الخمسة وثمينة ثمينة نص بصور بده غسيل غسيل بثمينة ثمينة نص أو حتى التسعة أحيان بس لبالشوا بهالمرحلة هادي نحن عاش في نعمل شي الكلي بلشت تدهور النفرونا اللي هي خليط الكل اسم النفرونا هادي الخلية ما عاش نعم تقدر تجيوها فنح ما عاش فينا نعمل شي بالبداية ممكن نحن نأخرة وعندنا حالات كتير تجي بلشوا من كترة الاستعمال الأدوية أو بعض الأمراض اللي صابتهم صارت بلش عندهم القصور الكلاوية اللي هو بصور بل بل 1.5 ما تنصر 1.8 أو صار 2 هادي فينا نساعدهم بس المرضى بس يصل لمرحلة متقدم صعب ما فيه ولا امكانية للحل وهذا حله بالنهاية بيضل احتياط يعني الغذاء تحديد الغذاء وخاصة نسب البروتيين بالجسم لحتى ما ترفع وتتعب الكلاء كل شي بتعب الكلاء مباعد عنه ممكن ساعة المريض يضل سنوات الصيني ساعد بس وصلنا لمرحلة متقدمة صعب ونحن فينا نقاط من قدي الى تحسين دورة الدم بالكلاء تحسين دورة الدم بالكلاء بتقدي الى تغزية هالنفرون هالخلايا هايدي بس تتغزى بس تنتج احسن بس تنظف احسن مهمتها تنظف الدم من الروسة مثل الكرياتيني مثل الاسيد أوريك بس اليري كلها تنظف الكلية بتقيم الموضي السامي عن طريق البول لما صور فيها كسرة بتقعيش تنظف بشكل مطلوب إلا بتوصل المرحلة مش عم ننظف المرة منستعمل ساعة الغسيل الايلي بس نحن فينا بالبداية لأنه في هال هالكسور بلش يدخل بهال مركز نحن فينا نساعده عن تنشيط دورة الدم عن طريق إفراز اندورفين اللي هو المضاد للالتهابات ومضاد للتورم واندورفين اللي هو بحسن دورة الدم بتحسن الكلية بصور تشتغل أحسن كتير ولكن لفترات معين يعني أول أقل بلا ما يصور الغسيل بعد سنتين أو ثلاث ممكن ممكن ما يضطر الغسيل إذا انتبع لحاله كتير مهم المريض الكلة مثلا كمان ينبي لحاله كتير مهم يمشي يعمل سبور يتحرك يروح ويجي وهذه أمور حتى تظل تمشي الدورة الدموية بسرعة وتظل الكلية تتغزى بشكل أكثر بالضبط يعني كان واضح الجواب للناس ترتاح للناس تقدر تعرف أنه الجواب صحي هذا أكبر دليل قد طب الصيني هو ما في مزح فيه يعني كتير صريح كتير واضح كيف في مصدقية يعني أبدا فينا يستفيد هذا المريض أو ما في مجال لأن الطب الصيني يقلو علاجات المنظمة الصحة العالمية أعلن في فترة معينة نظمة حوالي 33 مرض الطب الصيني يشفي طب الصيني يساعد حسب كل مرض الطب الصيني ممكن يكون عامل مساعد عامل مسكن أو عامل شفاء قال كله حد أدو واضح ونحن بكل وضوح من لك أنه في بعض الأمور الطب الصيني بتساعدك بالبداية ونحن للمريض بس يصل لك ونحن أعطوه حتى يكون فيه وضوح أكتر إذا كان فين أعطيه 80% من له 70% حتى من الناس بيقلي بعض المرضى تحسنت بسرعة أنا أعطيهتك لحد الأدنى ونحن أتمنى أنه المريض يشفى كلية وهيدا العلاجات تعمل لك بالطب الصيني لمرضى الكورونا اللي هالك نحن بيحكي عنها كتير مفيدة ما إلى مضاعفات وبدون حاجة للجوء إلى الأدوية وخاصة المهدئات اللي هلأ عم تنفر نفر بالمجتمع اللبناني نتيجة السرس نتيجة المشاكل الموجودة كلها ونحن نقول أنه كل ما فينا كنا عن بعد عن الأدوية اللي هي مضرة عادة كل ما بيكون أفضل لجسمنا لمرض الكورونا أفضل كمان وظل مانعته عالي وظل مانعته هووي طيب أنك ذكرت موضوع الأدوية هو حديث البلد للأسف للأسف في بعض من الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة أشخاص عندهم أدوية هن معودين عليها ما بيقدروا يعني يكملوا حياتهم وهن ما عم يحصلوا على هالأدوية هل الطب الصيني بما كان ما بيقدر يكون له دور بهالوقت الصعب اللي عم نعيشه في لبنان مش عم نلاقي الأدوية طبعا في أشياء كتير اللي بيعلاجها الطب الصيني فيها أستغني عن الدواء مثلا قص الأوجاع ألام الرأس الربو الحساسية الأمراض النفسية والعصبية بعض أمراض الشلل الزكرة التركيز الدوخل الفيرتيج كل هالأمور اللي هي طنين الديني هذي كل هالأمور فيها علاجة الطب الصيني بركي شمرة نعم الحلقة شو فيها علاجة الطب الصيني ولوانها تأجو بكل علاج بكل مرض نعم الحلقة تكون كاملة لحتى الناس بتكون ديرية الناس أنه حتى ما تروح لهون ولهون ونحبلك أن الطب الصيني طبعا بديفيد بها الحالة هاي دي وفينا نستغني عن الدواء مع أنه هلا حاليا بتصور معيطا يعني وزير الصح عنها يعني يعني مثل قوله رائع جدا تحية لألو يعني أنه ما بتوقف عن العمل كله حركة دائمة يعني بركب من محلها محل المصرف المركضي إلى الحكومي إلى الوزارات إلى كلها حتى يأمن الأدوية اللي في أمنها وبعتقد أنه من أكثر ما شفنا وأكثر الوزارات الموجودة أكثر وزير كان على الأرض تحية لألو بكل ما حالا تحية لألو تحية لألو ونحن يعني مطمئنن جدا أنه عم يركض حتى يأمن على الأقل للنسبة التي يأمنها لن يستطيع أن يأمن كل النسبة لأنه وضع البداد الاقتصادي منهار والمصرف المركزي عم يلعب يعني مثل بالتخاب نحن نويه ولكن اللي عم يقوم في وزير الصحة أنا رائع جدا يعني الحمد لله في شيء إيجابي في هذا الملد وفي حدا واقف إلى جانب المواطنين أكيد وخاصة موضوع الدواء يعني فينا نقف أي شيء بالدنيا بس الدواء وصحة الإنسان بعتقد شغلي كتير صعبة وقت واحد يفقد صحته وفقد كل شيء ما بقى شيء يقدر يخليه واقف على إجراءه هذا مشكلة بالبادعك حال في شغل يعملها كتير منيحة أنه استراد الدواء بشكل من الخارج مصبت وبشكل مطلق يعني وخاصة الأدوية اللي هي بحاجة مثل إلها وبالأسعار الموجودة من أما كان من أي دولة يعني لو كان في بالصومال في أدوية نجيبه إذا كانت أدوية نفعة بثابت وقتمره بالتحليلات الطبية يعني كل الأدوية بتمره على المختبرات الطبية لتشوف إذا كان هذا نفع أو فيه مضار أو إنه مش نفع بثابت كلها موجودة هكي فدواء من أين جاء لبناء بحاجة إلو ونحن رأيي إنه هلأ انفتاح إنه يجيب الدواء من برا هايدي قطوة كتير كتير جيدة وكتير هتوفر بالمجتمع عنا صح هتوفر مديا وحتوفر على صحة المريض صح ونفسي يعني يعني هاي دقطة بزبط عميره من السيدلية السيدلية عني بوصف دواء للمريض ما بلقيه ما بلقيه بتلفيني عشر مرات فينا نغيره غيري على الثاني غيري على الثالث غيري للصيدلية حتى الإدوية البديلة ما بقع من لقيه يعني هون المشكلة اللي عمه عافية باللبنان مسألي الصيدلية شو عنده دواء شبيه ومحكي أنه يعني صارت أزم كبير حتى البديل منه موجود هاي للأسف على أمل إن شاء الله يا رب نصل لمرحلة تنحل كل المشاكل اللي صاروا كتير كتار بها البلد لنشو بقدة فينا نتحمل بسين كم بدأ أرجع لكلامك بالبداية قطعنا بشوت كتير كبير وصعوبات كتير كبيرة على أمل تكون هاي دي خطوة هيك إن شاء الله منتخطيها بسلامة أنا بدأ أشكرك اليوم لهالموضوع الكتير مهم حتى الطب الصيني وخاصة بموضوع الإدوية يعني فيه أمور كتير تعالج بالطب الصيني ونستغني شوية عن الإدوية إن شاء الله منعمل حلقة بتكون هالأدة مفصلة وواضحة أكتر لكل مرض وكل علاج وكل التفاصيل حتى الناس تكون على دير راية تكون الناس على دير راية وما يكون فيها يعني مثل قوله التلعب الإنسان بالضبط أنا بدأ أشكرك دايماً لإنسانيتك أصلاً ولوضوحك لمصدقيتك وخاصة حمل عطأك طب الصيني يعني من الأساس فاليوم عم نشوف أداء عم بيكون إلو إفادة كتير كبيرة أهلا وسهلا فيك معنا دكتور علي سرحان اختصاصي في الطب الداخلي والطب الصيني شرفتنا وشكراً لحضورك مشاهدينا لهون نكون وصلنا لختام هيدا الحلقة من شي جديد يعني دايماً بهمنا سلامتكن وصحتكن تبعوا على حالكم قد ما فيكن ونعملوا الوقاية التامية من كورونا خلينا نحد من هيدا المرض اللي هلكنا مثل ما بيقولوا أنا بدأ أدعكم معادنا بجدد معكم بكرة بنفس الموعد فكونوا كتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة